بتبدأ حكايتنا النهر ده في النهر وبيبقى فيه شخص في قلب المية فقد للوعي ولكن بيكون في جهاز غريب فوق دماغه والجهاز ده اسم قرورة وبتحاول القرورة انه تدخل اشارات علشان تفوق الشخص ده وبيكون الشخص ده مش قادر يفوق ولكنه عمال يشوف خيالات لحاجات عدت مع بنته صغيرة وشابة كبيرة وبيفضل في الحالة دي لمدة 10 دقاي اللي حد ما بياطفه فوق سطح المية وبتظهر القرورة الغريبة دي فوق دماغه وبتدخلوا قضاءة لونها ابيض فبيفوق ودلوقتي بقى بنعرف ان شخص ده اسمه عزرع وبيخرج من الارض برا المية وبيكون مش عارف هو فان ولا ايه اللي جابه للمكان ده وفجأة الجهاز اللي فوق دماغه بيبدأ انه يتكلم وبيظهر له صور البنت والست اللي كان شايفهم في المية وبنعرف ان دول مراته لين ده وبنته وانه كان في حرب على الكوكب وفقدوا فيها كل البشر وقتها وبتختفي القرورة وبيكون عزرع مش عارف هيعمل ايه ولكن فجأة بيسمع صوت جاي من بعيد وبيكون شخص تاني طلع من المية برضو وبيكون معا جهاز قرورة هو كمان فبيروح عزرع وبيطلع الشخص ده بسرعة وبيلاقي صوت تاني جاي من المية وبيبقى صوت بنت حاصل معاها النفس اللي حاصل مع عزرع والشخص تاني فبيطلعها ايه كمان وبيبدأوا ان هم يتعرفوا على بعض وبيكون الشخص التاني ده اسمه ابرعم والبنت بيكون اسمه في انا وبيكونوا عازين يعرفوا بيعملوا ايه هم التلاتة وبيبقوا مش فاهمين اي حاجة خالص وبيفضلوا ماشيين هم التلاتة وبيبدأوا ان هم يشوفوا بواقثة فينا فضائية محطمة وابراج متضمرة وكل واحد فيهم بييجي في ذاكرته حاجة مختلفة عن التاني ولكن الحاجة اللي بيكونوا متفقين عليها هم التلاتة ان حصل غزو للارض وتعرضت لحرب كبيرة جدا وهم بقاء كانوا بيواجهوا الغزو ده ولكن فيينا بتكون الوحيدة اللي ذكرياتها مشوشة جدا وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيظهر قدامهم قرورة زي اللي كانت معهم في الماليا وساعتها بتبدأ فيينا تسأل القرورة دي على المكان اللي هم فيه فالقرورة بتقولهم كل حاجة وبتقول ان هم موجودين هنا لانهم ماتوا في الغزو ولكن كل واحد فيهم مات في وقت مختلف عن التاني ولشان كده كل واحد فيهم في ذاكرته ذكريات مختلفة ومتعرفهم ان الغزو انتهى من 4000 سنة وان من وقتها وما فيش اي حياة على الارض وانهم قدروا يرجعوهم من تاني عن طريق بناء خلايا متجددة وان مش هما بث اللي رجعوا لان في ناس كتيرة تانية رجعت للمستوطنة ولكن حصلت حاجات مختلفة والقرورة بتعرفهم انها تاخدهم علشان يروحوا للمكان المستوطنة واول حاجة عزرة بيسأل عليها هي مراتلين ده وبنته ولكن الكائن ما بيردش عليهم وبيهرفوا ان ما عندوش اي معلومات ان كانوا قدروا تكونوا تاني من حنال الحناية ولا لأ وبيكونش يشوف ثمهطي كل جثمه وبيكون واقف وبيراقب اللي بيع سلدان من بعيد وبتحلهم القرورة يلموا حاجات حاضرة ظهرت على مقارد انها هي الطريق بتاعهم وكماد بيلموا الضوء الابيض اللي فوق المالية اللي من خلاله هيقدر يصدق قوة كميرا وبتطلب منهم يمشي وراها ولكن واما ماشيين كل واحد سيهم بيقول هو ازاي متلنازو فبيحكي ابرام انه ما كانش شاب لكده وان كان عندو اكتر من خمسة و سيكتين سنة وكان وقتها بيحتفن بايد ميلاد حافكته وثاعتها بقى حفل ونزو ولما ازرى بيحكي بنروح فلاش باك لما كان مع مراته بنته وفجأة الى لازل حفلهم ونكن فيندا ما بترضاش انها تحكي لانها اصلا زكرياتها لسه مرجاتش وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيشوفوا عواميب كبيرة وعليها رموز غريبة فبيروح ابرام وبيحبت ايده على رمز الرموز وفجأة بيحسن له حاجة غريبة وبيكون هيقوم عليه سيروحوا له بسرعة وابيما يفوقوا بيظهر الشخص الملسم اللي كان ميبص عليهم وبيضرب عليهم بمسدس شكلي وغليب بطلقة كده بيتيجي في ابرام ولكن بيقدر ازرى انه يشد الطلقة وبياخد ابرام وبيحاول انه يجري بيه وبيفضلوا يجروه من الكنيج والشخص الملسم ده بيضرب القرورة اللي معاهم فبتفتد الاشارة بتاكها وبيفضلوا يجرو والشخص ده بيجري وراه بلا حد ما بيقدر ازرى بزكاء اما يضرب الشخص الملسم ده وبيربط ايده وبيشد منه المسدس ولما بيسأله هو مين ما بيرضاش يجاوب عليه وكل اللي بيقولوا ان القرورات دي بتجذب عليكم وانه اصلا ما فيش مسبوطنة وما فيش عالم تاني فبياخد ازرى الشخص ده وبيوقفه قدام العمويد ويلاكتنه بيلايف ظهر وضوء افمر يريب ويلاكتن ازرى مش بيهتم وبيسأله عن الريموز وفعزنا يزرى ملهم الريموز وبيسأل ابرام عن الاحساس اللي حسه وهو حطي ايده على الريموز دي كبير دي ابرام انه حس انه في الفضاء بتقليقي وانه كان حاسس بوثعي كونه وهو حاطي تيده عليها في الوقت ده بيقدر الشخص الملسم انه يفك نفسه وانهرف هنا ده ان الشخص ده اصمه جاكف وبيمسك المسدس على شيء يوضيه نحيتهم وانه كنت في انه تكون افكا وبتطلع هيا لمسكا المسدس التاني وانه ما بيتري عليها وبيعرفها انها مش هتقدر تشغيله لانه عقليتها مش هتبر تفهمه بتردها ليه بكوري انها تقدر صف يرمي جاكسون وصدس اللي في ايده وبينسكه عزرا وبيكبتفه من تاني ومعد كده بيسيبه مرجع على الارف ده واسعتها جاكسي يقول لي عزرا انه يقدر يودي عمد اهو وفي اللحظة دي بيفتكن ازرا اهو سيريوس وبيفضل يسأل جاكسي اذا كنت فعلا يعرفه ولا لأ ولكن جاكسي يضحك وما بيرداش يرد تاني على عزرا وثاعتها ابرام بيشوف الجرح اللي في كتفه وبيطلب منها عزرا انه ما يمشوا من هنا وفعلا بيفضل هم اكتلاتة يماشين في طريقهم لحد بيلاقوا كهف وبيدخل يعودوا فيه وبيقول عزرا انه هيفضله هنا لحد الصبح علشان يدوروا على المستوطمة ولكن ابرام بيكون باين عليه ارتعم جدا وبيبقوا مش عارفين يعمرونه ايه ولكنه بيقولهم انه اكيب لما ينام هيرتاعش ولكن لو اسف وهو نايم اتعب بيشتد عني اكتر طيب يشوف عزرا بحيرة فيها ما يفعل بكهف بيحطوا فيها بذوق الابيض انه قدروا انه ما يخدوا من المهر وهم مدعين وبالفعل بيحطوا الضوء ده في قلب البحيرة وبينايم وفيها براعم واللي بعدها بساعة بصيبة اوي بيقوم كويس جدا ولما بتكود فيه نواقفة بيروح عزرا وبيقف جمعها فبتعرفوا انهم استغربوا ليه القرورات دي اخترتهم بما بالذات مع انه اكيد كان فيه ناس في العالم افضل مدلم واقوة كمان فبيرد عليها عزرا انه اكيد فيه سبب علشان يرقاوهم للحياة وكمد يرقاوهم من ذكرات بتاعتهم وبعدها بيحطوا بعضهم اكتناتا وبيفطروا ماشين ولكن وما ماشين بيشوفوا مكان مأفول فبيقولوا انه ده اكيد يبقى المستطبة وبيقرب سرعا حيتها علشان يروحوا لهناك ولكن بيظهر قدامهم جاكس وبيكون معاه شخص تامي كمان ملافهم وابره مو فينة بيقدروا يروحوا للمستطبة اما عزرا فجاكس بيوقع وبيشقوا وبيفضل ابره مو فينة يخبطوا على بالمستطبة لحد مفتوح رجميلها في قرورة صفرة شابه في قرورة حمراء اللي خرجتهم من المياه وبتدخلهم من سرعة وبتطلع تعمل ضوء لونه عزرا على النقنيب اللي كانوا بيقروا عراهم وبتروح كمان على شام تنشأ عزرا ولكن وقتها بيطلع شخص القناع من عنوشه وبيطلع شخص ده هو سيريوس اخو عزرا وعزرا بيكون فاكره رجع اللي حياة بنفس طريقته فبيروح على شر يتكلم معاه ولكن بيتفاجئ ان بسيريوس مطمع شريحة وعايز يحطها ثرقة عزرا وده على شرقة عبتو تكون حمراء زرهم بوهمة بقى بينهم بقى نفهم ان الشبطة بعد الانقراض وفاقدان الحياة بيبقى لاشخاص اللي رجعت مأسوبين لباسمين قسم تبع الشريحة وحمرة وقسم تبع قرورة ولكن بيتيجي القرورة وبكنها عزرا وبتاخدوا على المستوطمة ولما بيدخلوا عزرا بيشوف الاسورة وقع على الارب وفي اللحظة دي بيروح نفلاش باكت وبيفتكر ان من اسورة دي كانت شدها الاسورة اللي عم نؤمه وبعدها بيرجع لروعها والقرورة بتهدهب وبدي العزرا مبارع عشان يشوف فيها المستوطنة رقمية 34 واللي بتكون كلها عبارة عن مقابر وبتدى القرورة تعرفهم ان المقابر دي هي المستوطنة القديمة فدي انزم بسرع عزرا وبيكون عايز يطلع مر المكان ولكن وهو واقف على الباد بيفتكر شوية حاجات مشواشة في ذكرياته هو في نفس الواتداد بيشوف جاكس وثيريوس وهم بيجروا ورواح التاني هو بيفضل يترضوه في كل مكان لحد ما بيلقوه ولما بينص جاكس فعلى ظهر الشخص داد بيلاقي ان يفلاش بحمره اختفت فبيدى الجاكس يبتوتر وبيكون مش عارف هي اختفك ليه ولان ده معناه ان الشخص ده مش هيبقى معاهم ولا تحت عمرهم وفي مستوطنة القرورة الصفرة بكدى انها تتكلم مع عزرا وامرام وفييننا وبتعرفهم انه بلازن يروح يجيبوا محلول النقع الابيض اللون من البحيرة وذان لانه بميديلير ومش هيقدر لعملوا اريح حاجة ولانه بكاملين هيتعبوا كتير جبا ولازم ان محلوز ده طبعا يكون معاهم فبيسألها عزرا على الاشخاص اللي كانت بتجري وراهم شا بتقوله ان كائنات اللي اخترعت القوارير واعادت ناقش حياة المشهر اعادوا بناء دول كمان ولكن في شفص منهم سرق مسحوق شعاع احمر وحطف ابو وعب وبقوا بيزرعوه فاكسام الاشخاص سبيكونوا مضبين ليهم وكمان ايضطرورة بتعرفهم ان جاكس وسانيوس واللي معهم هم كمان مواكمرين ومتمريفين على المستوطنة ومطروبين وبتقولهم ان الاشخاص اللي قبلوه ماتوا بسبب الامراد اللي بتنتشر بسرعة واللي بكمان وجود المسهول عبيق وان الناس كتير جدا من اللي بيرجعوهم للحياة بيتموت فالمستوطنة وعلشان كده بقوا بيختهروا بعناية اللي يرجعوهم للحياة من تاني وفي الوقت ده بيكون سيريوس واقف مع جاكس وعمل يفتكر حياته قديمة وبيفتكر اخوه عزرا وهم ملكمين بيبوصوا على المستوطنة والباب بتاعها مقفول انه ممكن يحليه ما يقربش العزرا اخوه لو مش هيضع يحقونه جهاز التحكم ولكن ثاعتها سيريوس بيعرفوا ان عزرا مش هيكون اخوه الا لو بقوا واحد منهم وبعد كده بيمشوا من المكان اما عزرا وابراب وفي النا بيكونوا لثا في المستوطنة فبيقرار عزرا انه بينزلوا على شف يجيبه المسهول الابيض وبيثيبوا في النا في المستعمرة علشو مخاطر تعبانة جدا ومحتاج المسهول وده لان قوتها متقل جامد فلما متلاقي نفسها قاعدة ومش بتعمل حاجات بتروح تنجيب القرورة الحمرة اللي كانت ملازمة هم وهم راحل للمستوطنة ولما عرفت ان من مطاردين موازوها بكثباشها ومتحاول انها تفلحها وعزرا وابرام بيكونوا ماشين في وسط الهابة ومعهم القرورة الصفرة وفي المستوطنة بتقدر فينا تصلح القرورة الحمرة ولكن نصة تصلح كده وفجأة وهي بتصلح فيها من اخرها بتنزف وبتبعب جامد فلتقوم علشان تريح تسمها وبتفضل تعيط وبتسبكر حياتها وفي الهابة فجأة القرورة الصفرة بتحذر أبرام وعزرا ان المطاردين جايين عنهم وبعد كده بتسيبهم وبتختفي وفي مستوطنة بيظهر قدام فيندا حيال ولما بيكركز فيه بيطلع حيان واحدة كل واحدة ديد بتدقى ليندا المرات عزرا وفيندا بتفكر ان هي كمان رادية للحيان معهم تاني ولكن ليندا بتعرفها انها مجرب صورة وان القاعدة بعقتها علشان تكون جنبها وتطمل عليها وبتدار انها تعد فيندا انها تقوم وتوصل وشها وفي الهابة بيفضل عزرا وابرام يدوروا على لقاح العبيق وبيعد ابرام علشان يعب اللقاح ولكن ازرا بيكون عمالي يبص على ضرابة وبيقول لابرام انه مش اول مرة ييجي لقابة لي وان اول مرة كان فيها كان بيحارب الكائنات الفبائية وفي وسط الدرب واللازوة حاول يهرب هو ومراته بنته ولكن اهو اتهت منه للأسف وفي مستوطنة ليندا بتندى انها تساعد فينها انها تصلح وقرور الحمرة وعزرا وابرام بعد اما بيفضل لقاح ان ابيض بيقو علشان يرقع في الربة ولكن يتفقوا بجاكس وسيريوس وبيدقوا انه ما يدخلوا في قتل معهم ولكن ابرام بيقدر يهرب ولكن ازرا بيمسكوا وبيربطوا وبيفضلوا محلين معهم وبيبقى في شفس عايز يحطوا للفلاشف شمرة ولكن سيريوس بيرفض وبيهرفوا انه هو ولا يحطها الاخو وبيفضل عزرا وسيريوس بيتكلموا مع بعض وبيقول عزرا سيريوس انه مش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل وانا اكم حاسس ان الفلاشة دي حاجة مش كويوسة فبيبعصب سيريوس وبيقوله ان الفلاشة دي هي لخلته قائد حتى لو قائد لا افراد قليلة ويثعتها عزرا بيقول انه مش عايز يتحط جواه الفلاشة دي لانه مش محترها فسيريوس بيقرر انه يهرب عزرا وبيقدر عزرا انه يوصن لابرام وبيروف من تاني البحيرة وبيشير من عنيها البتاع الاتحضر اللي كان فيها ده واللي من وناسبة ده يبقى اللقاح بقعهم وبيرجعوا للمستوطنة وبيشوف عزرا سيريوس وهو بيمص عنيه وفينا بكبقى عمالك تفتكر بكل اللي حصل معاها فوق الالازو والشفس اللي كانت بتحبه وازاي مات في الالازو كمان وفجأة بكتصحى في يدنا وبيتلاقي ابرام جنبها وبيديها الترياء كمان علشانك تشربه فبشرب وانه تبقى كويسة ولما ديسألها كانت تحس بي وهي نايمة فبتعرفوا انها ما كانتش حس باي حاجة وان كل الزكريات بتاعتها تخلاص راجعت لها وبيروف عبرام بعدها علشان ينام وكان يوم فيينا ده تصحي عبرام فبيروح عبرام لعزرا واللي بيلاقيه عمال يحاول يدبره بقوي وبيدور على اي شجس قلبي مستوطمة وثاعتها بيدي عبرام لعزرا هو كمان شوية من الترياء وبيفدر يبتلموا عن الترياء وعزرا بيقوله انه حاسس ان كل اللي هما فيه ده مجرد حلمه اكيد هيقوموا منه ولكن ابرام بيرد عليه وبيعرفه انه لازم يستوعب ان اللي هما فيه ده امر واقع وبيددى ابرام انه يمشي وراء القرورة الصفرة كل الواقع فاللي بيدحلوا عن ده مكانا لك جبك وهناك دي يلاقي كل الشمريك والمنافذ اللي فيه مكافلة بطريقة قوية وكمان ديبع عليها رموز غريبة فليفكرر انه فبك رموز دي علشان يعرفيه لي وفييندا في الواقع ده بتبقى عمالة التلم مع القرورة وحمرة وبتطلب منها كمان انها تساعدها وبيقول فييندا للقرورة انه ابرام وازرا فاكرين ذكرياتهم كويس جدا وانها الوحيدة اللي مش قادرة تفتكر ذكرياتها بشكل كامل وده لانه كل الحاجات اللي هي فاكرياتها بتدقى مش هواشة ولكن القرورة فعلا بتدي اشارة لفييندا وبيترجع لها كل ذكرياتها واللي بنعرف منها ان فييندا افطلان تنتستجنة قبل الغاز وما يفعل وانها برضو خرجت قبل الغاز وراشب علشان تقابل حربها وبنعرف كمان انها تحبست لانها كانت مهندسة ومعها براية افطراء وكانت بتفكر تحترع السلاح قوي جدا والحكومة عارفك وحبثكها وده بيعرص ما هي ليه شكرة جدا وقدرت انها طفن لحق القرورة وحمرها لحظها بس هي اهدا بيدخل عناها عزرة وبيديها الاسورة اللي كان لقاها على الارض وبيعرفها ان العنامة اللي عن الاسورة فيه كانت موجودة في بي جدته وان دي برضو تمبقى نفس العنامة اللي موجودة على العمويد الطويلة اللي ابرام لمسها وكهربته وبيفضل يمشوا وراء العلامات دي علشان يقدر يوصلوا لأي حاجة وابرام بيهدوا معاه وبيقول لهم انه اكتشف باد مقفول تحت المستوطمة وان الباد كمان مكتوب عليه حروف باللغة اليونانية قديمة وبيبقوا عايزين يعرفوا كل حاجة فديسألوا القرورة صفرة ولكن ماها مش بتجاوبهم وبتعرفهم انها عندها معلومات معينة اما في الالابة سيسيريس بيكون اهج مع الشخص اللي الضوء الاحمر اختفى منه وبيرقى عمالي اتكلم معاه وعايز يعرف الضوء الاحمر ده اختفى الزاعي وبيقدر في انه ابرام وعزرة في مستوطمة انه بيفتحوا باب القضاء دي وبيدخلوها وهناك بيلقوا انها موجودة فيها حروف كتير باللغة اليونانية فبيبدأ ابرام انه يترجم الحروف دي لانه كان في مدار اسلوبات قبل كده وبييجا همد العلامة اللي حطي ايده عليها قبل كده في العمود وانه بيكون معناها هو فكتها الابواب لحياة جبيدة وبيحطي ايده عليها تابي وبرضو بيحصلوا نفس اللي حصل عمد العمود وبيتعب واسعتها عزرة وفي يدها بيشدوا وبيقعدوا وبيسألوا بقى هو حصل ايه فبيعرفهم انه نفس الاحساس اللي حصلوا قبل كده انه كان في مكان واسع ومش عارف هو فين وبيبقوا انه هم يفكروا مع بعض وبيقولوا انه اكيد سيقوى متحكمة في كل اللي بيحصل ده ولكن من بعيد وهي اللي بترجع الاشفاص التاني للحياة وابرام بيفطر انه يروح للابوا ويدور هي ممكن يلاقي حاجة يفهم منها طب يطلب عزرة من فيينا وابرام انه هم ميروخوش معاه وبنشوف في الابا جاكس وثيريوس وهم عمليم يفضربوا في باقي البشر اللي معاه هم علشان يبقوا عادرين انه ما يسيطروا على القوة الحمرة اللي في فلاشة واللي دي تكون مهليهم مرتبكين مع بعض وبيخرج ازرة وبيكون معاه اقترورة صفرة وماشية معاه ويتكون اعمال ابحذروا من افحاب لفلاشاك الحمرة وابرام وفي ان دي يكونوا عمالين بردو بيحاول يفك الرموز لحد ما بيبدأوا انه مفعلا يفك بعض الرموز وفي انك تدخل علشان تكامل تصلاف القرورة الحمرة وبتطلب من افقارورة انها تهرج سورة ليندا تاني وفعلا بتهرج لها سورة ليندا وبيفضلوا يتكلوا مع بعض الفقرة كده وبتحكي ليندا لي فينا انها كانت معبودة هنا قبلها وحاولت كمان كيكير جدا ولكن ما ادرتش انها تكمل في الحياة التانية اللي اهلت فرصة فيها والثاليوس بيجيب اشعار ضوء احمر تاني وبيحطه في ظهر الشخص اللي الاشعاع يتوقف عنده انشان يعرفه اذا كان هيتوافق تاني ولا لأ وبهب كده بقى ببلوح لعزرة ان بيفضل ماشي في الغابة مع القرورة لحد بميلاقي علامة زي العلامات اللي يونانية مرسومة على الارض فبيقرر ان ما يحفر تحت العلامة دي فافرام كمان بيكون واقف في القوضة اللي لقوها تحت المستوطمة وبيكونها مالي يحاول مع العلامات اللي على بحيبها لحد ما بيقدر فعلا ان يترجم الباب منها وبيقدر ان يحبتوا ايده وما بيحصل لهوش زي كل مرة وبيبقى معنا كده ان العمامات اللي هو شافها لو جمع اربع من جانع جو هيقبروا يرجعوا اي شفسه ما يزيدوا تالي للحياة وفي الوقت دا ديكون عزرة عمل يحفر زي ما هو والمفاجئة انه بيلاقي فعلا وفدة من جانع جو فبياخدها بسرعة وبيكون عايز يرجعني ان القرورة الصفرة بتقوله ان مجامع دوء ده حاجة مهمة جدا من نسبانهم ولكن ابي معزرة يمشي بيلاقي جاكسو مع شوية من ذات الدوء الأحمر وبيكونوا عايزين ياخدوا منه جامع دوء ولكن القرورة بتقدر انه تثبت كل واشد من ذات الدوء الأحمر بدبوس محبرة يرجع عزرة للمستوطنة بسرعة وبيعرفه مع مجانع الدوء اللي هو لقاء واثعتها ابرام بيقوله انه كده فاضل ثلاثة ويبقوا عبرين انه هم مايرجعوا اي حد بتادي للحياة وبيقول ابرام لازرة انه عرف انه هم مايرجعوه من الحياة من ثانية علشان حاطر يقدروا يواجهوا ذات الدوء الأحمر واثعتها هيدنوا حياة بيبع فبيقرروا انه مايرجعوا يدوروا عن باقيه بجوام عبدوء وبيتروحوا في يدنا علشان كنام ولكنها وهي ميمة بتفتكر ازاي القرورة قبل ما فينا تموتش الغاز دوء ثورتها فبيتقوم لي انه بسرعة وبيتلاقي جان عبدوء مفتوح وعمال يطلع دوء أحمر شكله جريب والشد هنا بيخلص الجزء الأول من حكايتنا اذا عجبك الفيديو فلا تنسي العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل ذر الجرس ليصلك كل جديد